الألعاب الإلكترونية مش مجرد ألعاب ومجال التسلية بيستخدمها الأطفال والشباب في يوم لكن أصبحت صناعة صناعة كبيرة جدا وضخمة بتصل فيها الاستثمارات حوالي 200 مليار دولار سنويا النهاردة كمان بقت صناعة بتحتل مركز مهم في قطاع التكنولوجيا العالمي كبريات الشركات بتتنافس عشان تحدث من هذه الألعاب وتجذب عدد كبير جدا من مستخدميها في كل سنة خلينا نتكلم أكتر عن صناعة الألعاب الإلكترونية إيه دورها في نمو وصدرات مصر الرقمية مع ضفنا المنورنا في الستوديو المهندس زياد عبدالتواب نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وخبيل التحول الرقمي وأمن المعلومات منورنا يا بشماندس وصباح الخير على حضرتك صباح الخير في الوقت أنا عايز أتكلم عن تفاصيل كتير بس عايز أتكلم عن رياضات إلكترونية المصطلح نفسه إحنا متخينين للألعاب بس يعني وسيلة ترفيه وبعدين عرفنا أنها ممكن تبقى صناعة ولكن رياضة إلكترونية؟ هي كان الأول اسمها الألعاب الإلكترونية يعني حتى الاتحاد في الأول كان اسمه الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية بس بعد فترة نتيجة التقدم التكنولوجي اللي حصل بقى فيه جزء حتى من الألعاب الإلكترونية دي مش بيمارسها اللاعب وهو قاعد لا بيتحرك بيبقى فيه تولز وحاجات 3D وحاجات مع الكمبيوتر وبيبقى واقف بيتحرك وبيلعبها آه فجسمه بيتحرك فيها فالعالم كله حتى بقى بيسميها الإي سبورتز يعني الألعاب الإلكترونية لذلك الاتحاد من حوالي يمكن سنة أو لحاجة غيرنا اسمه سميناه الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية تماشيا مع تغير المفهوم حول العالم عندنا في مصر باش مهندس حوالي 15 ألف لاعب ومطور وهاوي عندنا عدد كبير جدا من المطورين للبرامج الخاصة بالألعاب الإلكترونية حابين نتعرف أكتر عن هذا العالم داخل مصر عالم الألعاب الرياضية الإلكترونية وصلنا فيه الحد فين؟ طيب خلينا نفرق ما بين اللاعب والمطور اللاعب أي حد بيلعب ألعاب الإلكترونية احنا العدد عندنا في مصر ممكن في بعض التقديرات بنقول فيه 40 مليون لاعب للألعاب الإلكترونية في مصر وعلى مستوى العالم 3 مليار ومتوسط سن لاعب الألعاب الإلكترونية 31 سنة فهي علشان الصورة الزهنية أن هي للأطفال لا هي كل كل الأعمار فلما يحرك مشكون المتوسط 31 فاحنا بنتكلم من الفوق الأقل فاحنا عندنا في مصر نقدر نقول عندنا 40 مليون عندنا مجموعة من المطورين هذا موضوع تاني المطورين في شركات صغيرة ومتوسطة بتحاول أنها تعمل ألعاب إلكترونية مصرية وتصدر هذه الألعاب علشان تبتدي تبقى جايبة جزء من صدرات مصر الرقمية اللي احنا بنتكلم عنها لكن احنا لو قلنا أن صدرات مصر الرقمية مثلا حاجة في حدود 6 و 2 من 10 مليار دولار فالصدرات من الألعاب الإلكترونية في مصر في حدود 170 مليون دولار فقط فهي في حدود مثلا 2.5-3% من صدرات مصر ما زالت نسبة قليلة وازالك محتاجين أننا نشتغل عليها لأنها فرصة كبيرة جدا فرصة كبيرة من أننا عندنا شباب كتير مطور وعندنا شباب كتير بيلعب وعندنا المنطقة العربية مفهاش يعني الألعاب الإلكترونية ذات الهوية العربية يعني كل الألعاب الإلكترونية أغلبها بتبقى جاية من أوروبا من أمريكا من الفار إيست برضو منجموعة كبيرة من الألعاب فدي برضو تخش بقى في مناطق تانية فيه ممكن تغيير في الثقافات شوية قيم يعني قصص تانية قيم ممكن في بعض الأوقات كده الألعاب بتبقى فيها حاجات مش مناسبة للأطفال وأعرف حركة تامية السن بتاع الطفل وتعريف الطفل في الدول المختلفة بيبقى مختلف يعني إحنا عندنا مثلا لغاية 18 سنة لا أمهم ممكن لغاية 13 سنة ويسمحونه بحاجات في أمريكا وأوروبا غير الحاجات اللي عندنا العداد بتاعتنا العداد فتختلف كثيرا فإحنا اللي محتاجين نشتغل عليه نحن نشتغل على تطوير الصناعة وده بقى غير الشق بتاع الألعاب والمسابقات اللي بيعملها الاتحاد وطبعا الاتحاد المصري وفيه الاتحاد أفريقي وفيه الاتحاد دولي للألعاب الإلكترونية ومجموعة كبيرة من المسابقات دكتور بشونس عمال تقول لك حاجات كتير قوي عايزة زلعة حاجات كتير قوي في كل كلام حضرتك حريقة بتتكلم عن الصدرات الرقمية أصلا في حد ذاته ده مصطلح احنا مش متعودين عليه يعني ايه صدرات رقمية يعني الألعاب موجودة على مش عارفة بقى بنقول أسامي ولا بنقول يعني على البلايستور وغيرها يعني احنا لما بيحصلها داونلود أو لما حد بيقوم بتنزيل هذه اللعبة الفلوس دي بقى بتتحط بشكل ما بتدخل جوه صدراتنا ازاي يعني خلينا نتكلم على أحد في مصر ولد طفل بيلعب لعبة بره فهو علشان خلاص بقى عندنا شبكات والشبكات مربطة الدنيا كلها ببعض فهو بيلعب على اللعبة واللعبة موجودة على السيرفر بره اللعبة ممكن تبقى مجانية يخش عليها يلعب يبقى تاتشت للعبة مرتبط بيها قوي بعد شوية تبتدي اللعبة تطلع له إعلانات فيضطر أنه يتفرج على الإعلان عشان يكمل اللعبة فالشركة اللي هي صاحبة اللعبة بتبقى متفقة مع حد عشان يعملوا إعلانات ويخش لهم مكسب الجزء الثاني إنه هو جوه اللعبة فيه مستويات وكل مستوى بيبقى فيه مثلا أسلحة أكتر مش عارف درع فدي بقى بفلوس دي بفلوس فالطفل في الوقت ده بيروح رايح لبابا أو لماما أنا عايز أشتري بتاعدي دي مهمة قوي دي بسيطة دي بتحصل لنا كتير في بيوتنا في ميزانية الموضوع بالزبط فالكريدت كارد فيزا الفلوس بتطلع اللي بتطلع دي بتطلع بالدولار لأن هي الشركات عالمية فلذلك فيه نسبة كبيرة من العملة الصعبة بتطلع للشركات دي من الدول العربية مصر على الفكرة من يعني مصر والإمارات والسعودية من أكتر الدول العربية اللي فيها عدد من اللاعبين وأكتر تلات دول بتنفق على الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط فالفلوس دي بتطلع بره إحنا بقى عايزين نقل بالآية إن إحنا نبقى الألعاب الإلكترونية نعمل تطوير لألعاب إلكترونية محلية والألعاب الإلكترونية دي تنتشر بقى طب هلأ باش نهانس الألعاب لما طورها تبقى ألعاب جاذبة وقادرة على منافسة الألعاب العالمية دي يعني إحنا شباب كتير وحركة قلت مش بس الأطفال أطفاله شباب وكبار بلعبه فيفا وبلعبه فورتنايت وألعاب كتيرة جدا وبابجي منتشرة هل أنا قادر على صنع محتوى رقمي فارق ومختلف وقادر على المنافسة وجاذب كمان لأن الألعاب دي ليها يعني أرضية بقالها سنوات كتيرة جدا أنا كصانع محتوى مصري أو عربي عندي المقدرة دي وإيه التحديات اللي بتواجهها وده تخطيط للأمر يعني أنا لما أجي أخطط بشوف السوق وعمل دراسة للسوق وعرف الشرائح المختلفة وإيه الألعاب الجاذبة وإيه الألعاب اللي طلعت وقفلت بعد كده يعني مش كل الألعاب بتفضل نجمها ساطع طول الوقت فيه وفول بيحصل لعبة الناس بتزهد فيها بتزهد بتملوا منها فالدراسة دي اللي تخليني أقدر أعرف الميزة التنفسية اللي عندي إيه وإيه الأجزاء اللي أنا ممكن ألعاب في قمة البساطة البرمجة بتاعتها بسيطة جدا ومذالت قادرة على جذب الناس وإن هي تلعب بيها كنت أفكر حالي زمان كان فيه تيترس وبعدها كان فيه الألعاب بس مجرد كور كده وبتنزل وبتتحرك وبرضو فيها مستويات والناس بتنجذب كانت يكراش والحاجات الأطراب ما تكون لهذا طلب أشكال كتير منها أشكال كتير ولذلك احنا بنقول الشغل اللي ممكن يتعامل ممكن يعمله مبرمج واحد وعلى فكرة في مصر هنا دلوقتي من فترة بقى فيه إمكانية لأن المبرمجين الصغرين يفتح في شركة اسمها شركة الشخص الواحد ودي بيدفعها بيشترك يعني بيقدر ينشئ الشركة أونلاين بألف جنيه بس ويبقى صاحب شركة يقدر يعمل لعبة ممكن مجموعة صغيرة من المطوري أو رواد الأعمال يعملوا لعبة صغيرة في شركة صغيرة ممكن شركة متوسطة لغاية الشركات العالمية بقى كلمة الألعاب الإلكترية مش حاجة واحدة السوق مش حاجة واحدة المستخدمين ليهم دوائق مختلفة حاجات مختلفة طيب السيرفر نفسه كتير من الألعاب مش بتبقى سابورتد بالسيرفر بيحتاجوا أنهم يبقوا بيدخلوا أدرس على سيرفر خارجي ده بيكلفنا فلوس ولا ده لا عايزي الشباب والأطفال يقدروا يعملوا كده بمنتغ السهولة لا بيقدروا يعملوا كده بمنتغ السهولة يخش على سيرفر تاني لأن فيه أحيانا بعض الألعاب تبقى مسموحة في مناطق جغرافية من العالم ومناطق تانية لا فلو حد من المنطقة اللي لقى بيعمل حاجة اسمها بروكسي يخش بحيث بحيث أنه كأنه في المنطقة المسموح بيها ويلعب لكن ده جزء من التأمين أو تقسيم ده ليؤثر على اقتصاديات الموضوع لا ولا هو هنا بيتعرض بقى لإعلانات السيرفر اللي هو موجود على كأنه من الدولة التانية فبيتعرض للي بيحصل فيها لكن ده ملوش علاقة قوي بالاقتصاديات لأنه في الآخر هيدفع هيدفع بردو الجانب العلمي مهم جدا الجانب الإبداعي يبقى فيه أفكار جديدة ومبتكرة وقادرة على جذب الناس والجانب العلمي كمان أنا عايز أسأل حضرتك في هذا الشق لأنه حضرتك من زمان مهتم بالشغل العلمي فيما يتعلق بالفنون الرقمية والإعلام الرقمي بشكل عام هل إحنا عندنا مناهج علمية عندنا كليات للفنون الرقمية عندنا برامج تدريبية تحفز الشباب على إبداع أفكار جديدة مختلفة في مراكز الإبداع الموجودة في وزارة الاتصالات التكنولوجيا معنات فيها سبع أو تامن مراكز منتشرة على مستوى الجمهورية ومتقسمة داخليا للأقسام المختلفة الإبداعية يعني إبداع في ريادة الأعمال إبداع في الفنون الرقمية موجودة الألعاب الإلكترونية والألعاب الإلكترونية وعندهم في وزارة الاتصالات برضو في معهد تكنولوجيا المعلومات بلاتفورم خاص بتطوير الألعاب الإلكترونية بيطلع كل سنة مصة كاملة مئة مطور للألعاب الإلكترونية بياخدوا دورة تدريبية لمدة 9 شهور بعد ما بيتخرجوا يعني بيخش المعهد ده بعد ما بيتخرج بيبقى هندسة وبيبقى كل الكليات المختلفة بياخدوا الناس جيد جدا وامتياز وبياخدوا متخصصين في الألعاب الإلكترونية ده مستحدث يعني ده بس نبقى له سنتين ثلاثة زي وزي الأمن السبراني زي وزي كاء الاصطناعي يعني تخصصات المختلفة دي فإحنا عندنا الناس اللي هي الكوادر اللي بتشتغل ابتدت تتحرك العجلة في الاتجاه ده بس طبعا زي ما قلنا الأرقام ما زالت بتقول إن إحنا محتاجين نشتغل عليه أكتر بحيث أن إحنا يبقى جزء كبير من صادرات مصر الرقمية أو جزء يعني معقول من صادرات مصر الرقمية بيعتمد على الألعاب الإلكترونية طيب إحنا وزارة للصراط عملت منتخب مصر منتخب مصر في الألعاب الرقمية ده الهدف منه إيه؟ نجاحات الفريق إيه؟ وصلنا إيه؟ كل التفاصيل دي يعني ما هو إحنا بنقول إن هي ألعاب فنعتبرها زي لعبة الكورة زي لعبة الشطرنج في مثلا في الاتحاد النوعي للشطرنج برضو في فريق مصر بيمثل مصر برة في المسابقات المختلفة ده كله بيعمل رواج رواج داخلي إن كل الناس عايزة تنضم للاتحاد كل الناس عايزة تنضم للمنتخب فده بيعمل رواج زائد إن برة لما يتقال إن مصر كسبت الجائزة الأولى أو المركز الأول في المسابقة الإقليمية أو الدولية ده كله بيعمل نوع من أنواع الحراك في الموضوع يعني خاص بالألعاب الإلكترونية بس ده طبعا ده في المنطقة بتاعة اللعب مش في المنطقة بتاعة التطوير فيه نقطة بس أخيرة عايزة أتكلم عنها عن الألعاب الإلكترونية علشان الناس دايما بتقول أن الألعاب الإلكترونية بتسبب العنف وبتسبب الإدمان والطرابات النوم وإلة التركيز والانعزالية للأطفال أو اللي يلعبها وكده وده حقيقي لكن على الجانب الآخر فيه جانب إيجابي للألعاب الإلكترونية أحياناً بعض الألعاب بتنشط الزهن بتخلي الذاكرة أحسن بتقلل الإصابة بالزهايمر على المدى الطويل بتساعد في التخطيط أن يعرف في خطة كويس أو تدي له معلومات لأنه ممكن يبقى فيه مثلاً لعبة إلكترونية فيها جزء تاريخي أو جزء بيتكلم عن حاجة من الحاجات المرتبطة بالعلوم المختلفة ومثلاً من الحاجات الغريبة وكنا من يومين في معرض الكتاب بنعمل ندوة عن الزواج عبر الإنترنت وكنا نتكلم على المنصات بتاعت الزواج عبر الإنترنت كانت مع المركز القومي المحوص الاجتماعية والجنائية فاكتشفنا أن أحد يعني الشخصين يتجوزوا من لعبة بابجي دخلوا اللعبة وبيلعبوا وكل واحد في مكان مختلف وبدأوا يتقاربوا مع بعضه في الآخر يتجوزوا يعني فيه جوانب إيجابية أكيد ده أنا سأل حضرتك سؤال مهم جداً إزاي أنا ممكن أستثمر عالم الألعاب الإلكترونية وإني أقدم محتوى وأن أدخل محتوى رقمي وناسب بأتي وثقفتي ومحمل بالقيم المصرية والعربية لأن ده مهم جداً لأنه فكرة العالم الإلكتروني عموماً فيه قيم كتيرة جداً فأنا إزاي أشتغل على القيم المصرية اللي أنا محتاج أثبتها من خلال هذه الألعاب وإزاي اللعب يتحول إلى وسيلة متعة وتعليم أيضاً يعني ده فكرة مهمة فكرة التعليم بالطرفيه يعني بالظب جوة الألعاب الإلكترونية أو صناعة الألعاب الإلكترونية عندنا ناس بتاع التسويق وتخطيط وفي ناس بتوع محتوى وسيناريو يعمل سيناريو للعبة وإيه المحتوى اللي هيتحطه المحتوى ده ممكن يكون علمي وجذاب وبأنهي صورة ده بالإضافة ليه المبرمجين بقى اللي هم بينفزوا هذه المطورين المطورين فقبليهم المجموعة الفكرية اللي هي بتحط بقى زي ما حرج بتقول بتحط المحتوى بتحط الثقافة بتحط الهوية بتحط التاريخ بتحط العلوم المختلفة لأن في بعض الألعاب حتى بالنسبة لأطفال الصغارين ألعاب علشان تساعدوا في العلوم وفي الحساب وفي العرب وتتعمل بشكل شيخ وجميل جداً وجذاب يعني مش بالشكل مباشر مش حاجة تعليمية بالظبط وخصوصاً بقى فيه مرحلة جديدة اللي هي ثلاثية الأبعاد اللي هي بالاستخدام الفيرش والرياليتي والتحاجات زي الميتا فيرس وكده مش مجرد أنه هيلعب على الموبايل رغم أن الموبايل 50% من الناس بتلعب على الموبايل لكن فيه هيلبس نظارة ويبقى شايف عالم افتراضي بالكامل ويقدر أنه يتفاعل معافة يعني فيه عناصر جذب كتير طيب أعضاء الاتحاد هم لعبين ولا مطورين ولا الاتنين وفئتهم العمرية إيه وإزاي يبقوا موجودين في الاتحاد هو الاتحاد بيشتغل على اللاعبين أكتر لكن الجزء بتاع المطورين طبعا فيه مؤسسات الدولة فيه وزارة الاتصالات بتشتغل عليه لكن احنا بنحاول نحن نساعد في الاتحاد في هذا الأمر أيضا بأن احنا عندنا خبرة فيه الاتحاد من 2003 عندنا خبرة كبيرة جدا في تاريخ الألعاب الإلكترونية في مصر وفي المنطقة عندنا كمان تقارب مع الشركات اللي بتشتغل هنا والشركات اللي بره لأن دايما لما بيتعامل مسابقة ولا حاجة بيبقى فيه سبونسورز من الشركات العالمية فممكن نحن أحنا بنقرب ما بين الشركات وما بين المطورين اللي بيشتغلوا في اللعبة موجودة هنا في مصر أو حتى في المنطقة العربية الزكاء الاصطناعي إزاي ممكن أوظفه وحضر كنت لسه بتتكلم عنه في هذه الألعاب الإلكترونية بشكل يخليها ألعاب جاذبة ومؤثرة كمان لأنه دي صيحة العصر دلوقتي في كل مكان هو الذكاء الاصطناعي ابتدى خش في الألعاب الإلكترونية ممكن نقول بدايته خالص زمان لعبة الشطرانج اللي كانت بتتلاعب على الكمبيوتر ده كان يعتبر نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي لكن الذكاء الاصطناعي حاليا تطور بصورة كبيرة بقى صوت وصورة ومحتوى وفيه محادثة بتحصل ما بيني وما بين الآلة يعني وبتتعلم مني كلام وترد علي فلو ده دخلناه في المنطقة بتاعة العاب الإلكترونية هتبقى البريق بتاعها أكثر هتبقى أكثر حميمية وإنسانية يعني أنا لما ألعب اللعبة هترد علي بأسلوب مختلف عن ليلعبها حد تاني تعتمد على عاداتي وأنا بفكر في إيه وبتحرك معها إزاي وكده فنيحصل نوع من أنواع الكاستمايزيشن للعبة مع الشخص بناء على هواياته واختماماته وكده وده كله بيحصل من الذكاء للصناع ما تبقاش اللعبة لعبة جامدة بيحس أن اللعبة فيها نوع من أنواع تفاعلية أكتر كل شكر لك المهندس زياد عبدالتواب نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات الرقمية وخبير التحول الرقمي وأمن المعلومات نورتانا وشرفتانا شكرا لكم شكرا لكم نورتانا باش مهندس الله يخليش